سلام عليكم يا جماعة. مسال فل عليكم ان شاء الله تكونوا جميعا كلكم بخير. آآ بقى لي عشر شهور تقريبا ما طلعتش آآ لايف خالص ولا كنت موجود معاكم. وآآ ده يمكن آآ اول لايف من عشر شهور آآ بالزبط. آخر لايف طلعنا آآ كان آآ بمناسبة ان احنا وصلنا تمانية مليون متابع على صفحة جوشو على الفيسبوك. النهاردة الحمد لله انا اطلع ما فوقكم تطلع من شهر. بس النهاردة انا اطلعت شهر آآ. بس انا اطلع عشان تاني اشكركم ان احنا وصلنا تسعة مليون متابع على صفحتنا على فيسبوك. الناس كده تبدأ تجمع عشان عايزكم فعلا في حاجة مهمة جدا. آآ طيب استنى الناس ولا ابدأ على طول? طيب هنبدأ على طول وكده كده ان شاء الله يعني هحتفظ باللايف ده موجود على الصفحة. آآ زي ما انتم شايفين? احنا يعني بينا تسعة مليون. فما ينفعش ان احنا نسكت. لازم يكون لنا دور كبير جدا ودور مجتمعي حقيقي. مش بس بقى ان احنا نعمل فيديوهات في السياسة او نتكلم في السياسة وكده. لا انا جاي النهاردة يعني نقدم آآ حاجة مختلفة. الناس اللي كانت آآ فاكرة لما وصلنا تمانية مليون آآ عملنا حملة لاخواتنا اللاجئين اللي موجودين في في المخيمات السورية. آآ كان من خلال منظمة يومين واحدة من اعرق واكتر المنظمات آآ ثقة بالنسبة لي. ولها باع طويل جدا في العمل الخيري. وخبرة في ان هي بتقدر توصل المساعدات اللي احنا بنتبرع بيها آآ للاشخاص الصح. النهاردة بقى انا جاي بايه? عشان احنا بقى احنا وصلنا تسعة مليون دلوقتي. جاي لكم في حملة جديدة. برضو من خلال نفس المنظمة اللي انا بثق فيها. اللي اسمها هيومان ابيل. اللي شغالة تحت القانون البريطاني وتحت الرقابة البريطانية. فبالتالي لها ثقة كبيرة. وكمان خبرة في العمل الخيري. وبتقدر توصل فعلا للمساعدات اللي استحقها. طيب احنا نعمل ايه? المرة احنا جايين نبني قرية كاملة في الشمال السوري. آآ القرية كاملة طبعا هقفل بقى عشان ايه? وضع كده ان الموضوع في ملايين صح? لأ يا معلم. اهد عليك كده بقى ونركز الله يخليك. هنبني اكتر من آآ ميتين بيت. البيت عبارة عن غرفتين وصالة وحمام مطبخ. آآ هتبقى قرية كاملة متكملة فيها مستشفى ومسجد مدرسة. البيت الواحد يوقف في حدود الفين وخمسونة دولار يبقى هنقفل بقى صح? مين مع قصة نفلن خمسونة دولار دلوقتي? لأ يا معلم استنى. وانت الفين وخمسونة دولار لو تقسموا على مليون شخص ممكن كل شخص يتفى عن اصد دولار. فاحنا اللايف ده مسلا بيشوفه اكتر من مليون واحد. السهم الواحد بعشرة دولار. وممكن كمان تشتري يعني بدولار واحد. ممكن تشتري بخمسة ممكن تشتري بمية. الحملة اللي فاتت الحمد الله جمعنا مئات الالاف من الدولارات. عملنا يعني حاجة عظيمة جدا مع بعض. كان في ناس بتتبرع بدولار. وديكتب اسمها وتعتزل. بتقول والله احنا قسفين كان نفسنا اتبرع باكتر من كده. بسوء الله يعني على قد ما قدرتنا دولار واحد. فياريت الناس تسمحنا. وكان في ناس بتتبرع بعشرات الالاف من الدولارات وما بتكتبش اسمها بتكتبها على الخير. فيعني الكل ان شاء الله سبابه واحد. فزي ما قلت البيت هيتكلف الفين وخمسموت دولار هيخدم من خمسة لعشر افراد البيت الواحد. وهيكون في مدرسة عشان الناس ترجع تاني لبيوت وترجع تاني تدرس. هيكون في مستشفى بتقدم خدمات صحية. بقى فيه كل الخدمات في القرية اللي فيها ميتين بيت ده. هحطو لكم اللينك. طب انا بثق فيها وهي شغالة تحت القانون البريطاني. وتحت الرقابة البريطانية. فبالتالي لها ثقة كبيرة جدا بالنسبة لعشان كده انا جايبها لكم. فانا شايف ان احنا الحمد لله وصلنا اتناشر مليون. طبعا يعني عاز اشكركم ان احنا اتناشر مليون ياريت اتناشر مليون. لا احنا وصلنا للاسف تسعة مليون بس. وصلنا تسعة مليون متابع على صفحة جوشو على الفيسبوك. فانا دايما بحب الاحتفال يكون بالتأثير الحقيقي. دايما يتقال علينا مؤثرين. لا احنا احنا كافراد مش مؤثرين. المؤثرين هو انتو انتو الجمهور. فبالتالي يعني انتو لوكم فضل كبير جدا علي. وفعلا يعني انا كنت حطيت الصور اكيد شفتوها بتاع الحملة اللي فاتت الكلام 18 شهور. لما وصلنا تمانية مليون. اه الناس كانت بتقول شكرا اسر جوشو وانتو فعلا اسرتي. عشان كده انا جاي لكم تاني النهاردة اقول لكم تقدروا ان شاء الله من خلال منظمة يوما القبيل واللينك اللي هحط لكم في التعليقات. وهعمل بكلام ده يمكن كل يوم وحط وحط اللينك التبرعات. اه او يعني المساعدات لاخواتنا اللاجئين. بس المرة دي بقى مش هنتبرع بسلة غزائية ولا بطنية ولا لبس شتوي ولا دفاية ولا بخيمة الناس تقعد فيها. لان دايما لما بتجي عصار او بتجي عصفة او ينزل شوية مطرة بتبوز ده كله. فكل تبرعاتنا تروح على الارض. فالناس المرة دي فعلا قالوا لي فعلا ان احنا محتاجين اه ان الناس المرة دي نبني بيت كامل. الناس فعلا تحس فيه بكل الخدمات اللي احنا بنحس فيها بحياتنا. اي نعم يعني مش احسن حاجة يعني بصوا مش عارف اعرف اقلي بالكاميرا ولا ايه. بس ايوان. يعني تقريبا الشكل هيكون نفس الشكل ده يعني مسلا ده مسجد ودي بيوت مبنية يعني ممكن ده جزء من من الحملة ان شاء الله لو ضغطت على اه جبناو اه تقدر تتبرع اه فورا للحملة. تاني يا جماعة الحمد لله وصلنا تسعة مليون متابع على الصفحة. اتمنى ان احنا في فترة اسيرة جدا نوصل لعشر وواحد واشر واثناشر وثلاتاشر وربعتاشر مليون اه متابع على الصفحة. بشكركم تاني وحطولكم بفكركم تاني حطولكم لينك المساعدات او التبرعات لبناء قرية. عايزين ان احنا نبني قرية كاملة اه في شمال اه ريفي السوري في ادلب لاخواتنا اللاجئين ان هما يرجعوا مرة تانية لبلدهم. والمراضي لما يرجعوا يلاقوا فعلا بيت نظيف ومستشفى ومسجد ومدرسة. وآآ بيئة كاملة يقدروا يعيشوا فيها. آآ ما عنديش حاجة اقولها وعايز اشكر كل الناس اللي بتعلق انفس ارد عليكم والله واحد واحد. لكن آآ الاف التعليقات فا يعني واحد واحد كده كل واحد يسلم على نفسه. وببعتلكم لكل واحد بوسة كمان. وآآ شكرا لكم. وآآ تاني ما بتنسوش ان احنا ان شاء الله ان شاء الله هزهقكوا كل شوية في لايفات. علشان افكركم ان احنا لازم نبني قرية كاملة مكونة من ميتين بيت. كل بيت. البيت الواحد سعره الفين وخمسون دولار. بس اوعى تقفل زي ما عودتك. لان ممكن انت تساهم بساهم واحد بعشرة دولار. تقدر بدولار بعشرين دولار بمية دولار كل واحد وما قدرته. وربنا يا رب يتقبل من الجميع. شكرا لكم هقفل دلوقتي. هزهقكوا كل شوية. ان شاء الله عايز خلال الاسبوع الجاي ده نعمل فرق كبير جدا ان شاء الله في التبرعات. وبإذن الله ان شاء الله ان شاء الله الناس تشارك اللايف ده. وتعمل منشا لكل الناس اللي هي تحس ان هي ان شاء الله يكون فيها خير ان هي تقدر تساهم معنا في بناء قرية كاملة لاخوتنا اللاجئين في المخيمات السورية. يلا. تصبح على خير واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.